نهاردة قاية قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي كان عامل مؤتمر صحفي اولا بنقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين ابطال عيد الدفاع الجوي يوم 36 يعني عندنا عيدين صورتنا العظيمة وايضا جيشنا العظيم قوات الدفاع الجوي الابطال فريق حجازي النهاردة كان عامل مؤتمر صحفي هو ليه يوم 30 يونيو هو عيد الدفاع الجوي الحكاية بسيطة اول حضرتك بعد اللي حصل في 67 بلدك وجيشك قام على طول دخلنا حرب السنزاف وجينا الدولة شافت من الحاجات اللي كانت يعني بتراجع انت ايه اللي حصل طب ايه الاخطاء طب كذا كذا كان من ضمنها الدفاع الجوي الدفاع الجوي تعمل فاتاخد قرار بتعمل منظومة للدفاع الجوي تحت قيادة موحدة وبتعمل تجهزات وموقع تحصينات وتوفر حماية لمعداتك وللصواريخ بتاعتك وكتاب الصواريخ اللي موجودة عندك وعملت شبكة صواريخ الشبكة دي تعملت امتى خلال قد ايه اللي انا بقولولك ده في سانية اتعملت خلال 40 يوم الشركات الكبيرة بتاع عيتنا المقولون العرب وغيرها بدأوا يدخلوا مع قوات المسلحة نعمل شبكة الصواريخ والذي اللي اطلق عليها حقط الصواريخ كانت ملحمة مصرية بامتياز الملحمة دي اللي انا بحكي لك عليها كانت بداية الانتصار والتمييد لانتصار اكتوبر ليه لما خلصنا وبالمناسبة هم بيشتغلوا بناء حقط الصواريخ العدو الاسرائيلي العدو العدو تلات مرات العدو الاسرائيلي قعد يستهدف مواقعنا واحنا ايه بنشتغل ولكن الابطال خلاصوا في 40 يوم حقط الصواريخ قرر العدو ايضا يقوم بهجوم اخر على هذه المناطق والتحصينات الخاصة بالدفاع الجوي خدوا بقى المفاجأة انا بحكي لك عشان تعرف حتى لولادنا وشبابنا اشمعنا يوم تلاتين ستة هو ايضا تلاتة وخمسين سنة على عيد قوات الدفاع الجوي يوم تلاتين ستة الف تسعمائة وسبعين كان بداية حقط الصواريخ يشتغل عمل ايه العدو شن هجوم كالعادة باربعة وعشرين مقاتلة حديثة كيف كانت النتيجة ما الدفاع الجو بقى اشتغل بقى تدمير كم طيارة كم طيارة اربع طائرات مقاتلة واثرنا عدد من الطائرين من العدل الاسرائيلي عظيم ايه تاني استمرت المواجهات وخلال الاسبوع الاول استمرت العدوان الاسرائيلي خلال شهر يوليو سبعين حتى الاسبوع الاول من شهر تمانية شهر اغسطس الف تسعمائة وسبعين العدل الاسرائيلي فقد تم تدمير سبعتاشر طيارة واصابة اربعة وثلاثين طيارة خلي بالك كان هذا الامر نقطة تحول للجيش المصري وايضا للعدل الاسرائيلي بدأت المعاهد الاستراتيجية في العالم تتحدث عن التحول كبير في الدفاعات الجوية المصرية واللي اصبحت درع حقيقي لجيشنا العظيم عملت ايه كانت البتر الايد الطولة للعدل الاسرائيلي اللي هي السلاح الجو الاسرائيلي بترو بتر الزراع الطولي للعدل الاسرائيلي وتفضل تقولها كده زي ما انا بقولها بتر كان هو دايما يطلع يضرب انت ما عندكش دفاع جوي ما عندكش دفاع جوي يعني انت مكشوف سماية بتاعتك مكشوفة فيضرب بقى مطاراتك زي ما عمل في الخامسة يونيو عمل كده ضرب مطاراتك وضرب طياراتك وضرب 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 وضمر وحصل كده بس ردينا الصع صعين وثلاثة وعشرة ونقدر نردها تاني تاني بقولك اهو لانه عندك دفاع جوي النهاردة مستوى هائل من التسليح اشتركوا في القناة